تتواصل لفعاليات الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية والتحاد بنوك مصر والبنك المركزي المصري تحت عنوان تهديدات الأمن السيبراني وتعزيز وضع الأمن السيبراني للبنوك وذلك بمشاركة أكثر من 250 مشاركا من قيادات البنوك العربية وكبريات الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في الأمن السيبراني يهدف الملتقى إلى تعميق معرفة وتطوير مهارات العاملين في مجال الأمن السيبراني في المصارف العربية بالتقنيات والأساليب الحديثة التي يستخدمها قراصنة المعلوماتية والتعرف أيضا على التكنولوجيا المتطورة والوسائل والأدوات التي تسمح بمواجهة هذه الأساليب الحديثة من القرصنة ووضع أنظمة الضبط والرقابة التي تمكنهم من تعطيل خطط القراصنة اشتركوا في القناة